اشتركوا في القناة اختر ألوانها بتأنيك سيبك من الأسود والبنك خليك في الألوان الففحة تلقى حياتك تضحك ليك تكتف إهداف ناس عايشين عالفل والطعمية سنين ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم رطيب دنيا فلوس في فلوس في فلوس قالوا إن المنحوس منحوس يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على عاصفة دهوس يوم وراء يوم ولحد ما يكملوا تلاتين يوم وما بنا عيشت قصر وبدلو هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحستكوا عندكم حد يقوم اوه تروحوا شبال ويمين لبسوا حدوا وأغاني كمان افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوا من اللي وشرها تفنين ألوان مودة جنان حكاية أشكال على ألوان مثلا أنا الناس بتشوفي في الدنيا بيحصل ألبان وهي الدنيا يا ناس غير إيه ميكا بروش فستانسي في اللي كبيرة وعربيات وعندك اللي بتحلم بيه أنا بقى شبعي في خلق كتير وحياتهم كل لعبة شوية هحكي عن الناس الغلبانة مش عن يوش ولا عن مولوكين فينا اسم الدنيا بتدهام جوابتهم من غير إنوان وإنا بخب علينا شوية أصلها مش نقصاتي كمان يوم ولا يوم والحدي ما يكمل تلاتين يوم وما بينا عيشت قصر وبدرو حتشوفوا حكايتنا وأحلافنا وحسوكوا عندكم حديقوا اوعد روحوش ملوي من لبس وحبتوا أغاني كمان افطروا حلو وقعدوا يلا استندون اللي وشيرها ملوي من لبس انا النقيب تأسير فاهمي انا لما اطلب من حضرتك طلب حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك ما تدخليش في تفاصيل لو سمحت اتفضل الديني رئيسك المباشر ايوا يا فندم لا يا فندم انا مستقى جدا يا فندم حضرتك عارف ان انا زابط شرطة يعني اهم حاجة عندي الاتقان والاخلاص في العمل انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك ارجع مع حضرتك بعد التفاصيل تمام 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 لا الروز الشعرية يا فندم تمام الفرخة محمرة زيادة تمام شكرا لمون معصفر شكرا شكرا زهران امر فندم اندهلي يا ابن البنت اللي عملت الحادثة والشاهد اللي معاها وتابعلي موضوع الاكل علم يا فندم السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا مش عايزك تخافي حقك هجبهلك بالقانون وانا مسؤول بنفسي احكيلي كده بالتفاصيل ايلا حصل حاضر يا فندم حضرتك انا كنت نازلة من الاوتوبيس مروحة عالبيت اصلا كان عندي عيد ميلاد اه طبعا كل سنون طيبة وواضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي حاضر بس حادثك نزلت من الاوتوبيس روحت على الكوشك بتاع الراجل الطيب ده قلتوله عندك لمبادة قال لي ما عنديش غير لمبادة بالكريمة ولا ما بحبهاش بالكريمة اصحيك عايف انها بتحمي على السد انتي ما جربتش اللي بالفرق ولو جميلة جدا يعني خشي في الموضوع حاضر يا فندم قلتوله ببلاش لمبادة عندك معمول قال لي اه عندي المعمول قلتوله بكامل معمول قال لي بجنيه 75 قلتوله ليه ده في كل حتة بجنيه ونص سوين الكلام ده حصل حصل يا باشا ايه 75 ما هو بجنيه ونص في كل حتة مش عامل كتا ايه نفترة ده ربع جنيدة ايه خلاص حاضرتك انا مسامحا اكملي حاضرتك انا قديت اتنين جنيه قال لي ما عنديش فاك لازم تاخدي حاجة بربح قلتوله طب عندك توفي قال لي ما عنديش توفي ما عندكش توفي ليه ما عندكش توفي ليه ما عندكش توفي ليه مش خشك ما عندش توفي عشان الشركة متنزلش توفي اديني اسم الشركة دي ما عنديش يا حك خلاص يا فندم فوقك متوفي وركز معي يا فندم ما عنديش احكيلي بقى خبطتك ازاي كده يا فندم بشهر كده بال Beyond بشهر دي اكتبها ولا ارسمها ولا إيه؟ بلاش خبطاتك إزاي؟ خبطاتك إمتى? محادتك مبصتش فى الساعة ساعتها ما كنتش فادية كنت بأعمل حاد هوه خبطيتك و إنتي بتعملي إيه? ولا بادي له ربع جنيه مهانبقل باقول ل Leader أنا دخلت إيدي كده بعش هو though Uh فاضلت كتير ب CA بس ما سيه الهابي ده يا زهران اوه مرة الفانده انداهلي يا ابني الست ليos والسعي كده؟ ايه والسعي ده أنا وقفة في بيتكو شش نيدا خير خير ايه حضرتك اللي عايزني ام اقفى how dare you I'm fine thank you ام اقفى حضرتك كلمين يا بالعربي انت جاية هنا متهمة مش جاية كورس ربنا يكرمك يا بشا ويعلي مياتبك على فكرة انا وقفت بس عشان باحترم بلدي وباحترم القانون احكي لنا ايه اللي حصل اللي حصل ان الحاجة دي كانت وقفة في نص الشارع وخبطتلي عربيتي مش انا اللي خبطتك انت اللي خبطيني هكتواقفها عم ترابيتي اسكوتي خالص انا بكلم الزبط مش بكلمك انت ماشي والزبط ده هو اللي هجيبلي حقي وانصرني وإذن الله اكيد مش هتقدمني وتصدق دي يعني اكيد هتصدقها هي لانها معاها شاهد الاستاذة دي كلامها هو كله صح والهارم دي ايه ده انا بتكونشك بتاعي وخبطتها انت تكرس خالص معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك انت تعرف انت بتتكلم مع مين اه انا عارف انا بتكلم مع مين بس اللي انا عايزة فاهمولي كفندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس انا عارف الخيار بس ايه فقوس يعني هنا قدام القانون الكل سواسية واللي ليه حق انا هجيبهله من عين التخين قالو احواقعد قدامي كلم بابي مش هكلم بابي انا ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برده مش عايزي تكلم اوكي مباعي طبعا مش عايزة تكلم عارفة ليه مش عايزة تكلم لان البلد دي تغيرت خلاص كفايا انا بقى انتو فاكرين نفسوكوا ايه عشان معاكو شوية فلوس وشوية سلطة هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حدي حاسبكو لا يا فاكرين تمام ليه عايشين في الغابة يا زهران امرا فاكرين خدها يا ابني على الحاجز ربنا ينسوك زي ما نصرتيني يا رب ليش دي يا ابني البرتوانا لا لا حدودك ما يفعلش كله ده هافيك انا اخيرك هافيك انا اخيرك انا اخيرك حرام عليكم الزلم ده تواف بتروح الحاجز انت الواحد ظلم يا باشا الحاجز اتفضل ظلم يا باشا اتفضل يا فاكرين معادي ده الفقوس بقى انا بريها والله ايه اللي خبطتني بالعرفية هي كل واحدة تيجي هنا تقولي الجملكين دول يا عم حرام علي ايه ده انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف اتخد كده هتحشني يا عم اه اتحشني والله حان دعلي كنبسيها يعني ايه دك معايا والنج احمد بقولك ايه احنا عايزين نغفلها انهم قلبانها على سفا ونزل برأسة الاول ومش قلبانها على جوة لا استهلا بس يا عم يا عم يا عم انت بتدخل نيش يا عم إلا على سفا ومش قلبها ده يا عم خلاص بقى انت موضم الكشك الحل واحد تقلعب بتاع دي عشان تدخلي جوة لا 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 ابوس ايه دك ابوس اي دك الالامسة بوطقان على اللحم طيب بقولك ايه يعني انت حاول بقى تيجي عن نفسك شوية كده طيب تدخلتي ولغات ما تخلشي طيب انا بفروح يا عم شريهات خلتي 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 شريهات ما ينفعش ضغف الكلمية كده يو يا اخويا دول كلمتين بس استنى بس دي تعليمات البشر المقمود برضو طيب وماله التعليمات قوام خد يا اخويا عفظ لا 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 انا ما بشعبش اجري اجنبي هميني حسابك ان المرة الجاي اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها اول ان شاء الله المرة الجاي ايه يا بت ما تمسكي نفسك شوية اجمازي كده مش قادر يا خلتي مش قادر هموت وادخل الحمام ومش عارفة حتى اقعد من البتاع دي مسكي نفسك بس شوية دلوقتي وبلاش تعقودي خليكي وقت لحدا ما شوف الزبط دا سكيته ايه لو صرحت بقتب البيل بأمور فيه ايه ده استاذ عبدال ايوا اوبا اهلا نساء ازايك يا استاذ عبدال الحمد لله انت مش فاكرني ولا ايه سامحيني الحقيقة لا انا صباح صباح بتاعت المؤطم؟ مؤطم ايه يا استاذ عبدال انا صباح اخت شادية مرات عبدالحليم هي يا شادية تجوزنا عبدالحليم؟ اه صح في معبود الجماهير معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبدال ما تفوق يا اخويا معاي عبدالحليم اخوك عبدالحليم يا اخويا ست صباح ازايك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش ما انت بقالك زمن ما بتسألش حتى ازايك مستخصرها مستخصرها ما بتقولاش لا ده كده بالصباح بقى ده كده جورجي وسوف حform فقط اللحنا Porter otherwise عديدة له حاجة؟ ان شاء الله اليوم نسيت البيت شريهان سلمي على عمك يا شريهان ازايك يا عمك؟ ازايك يا شريهان شريهان من اب بن الحليم أخويا يا كبرت واتدوارتها يا ما شاء الله فيهم كانت منايز غنانة كده ايه يا شريهان عامل ايه يا حبيبته ايه يا بيكين والله العظيم يا عمي انا مظلومة في واحدة زبالة خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعدة فوق حتى رجلي على رجل حزبي الله ونعمة الوكيل فيهم يعني كمنهم ركبين عربيت يا استاذ عبدالله طبعا ما تلاقي ابوها تجر مخدرات ولا راجل اعمال من اللي بيدفاعوا رشوة قد كده المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبدالله لا ما هو غالبا انا تجر مخدرات ابو الزبالة الواطية اللي حتى رجل على رجل فوق وحسب يا الله ان اعملوا كيف لا يا فندم الموضوع بسيط بيزن الله ثم احنا عائلة واحدة ثم شريهان وان اللي بلا تعمل يا فندم انا المعلومات اللي عندي ان نيلي بنت عام لبلبة اه لا بقصودش كده لا يا فندم نيلي بنتي انا وشريهان بنت عبدالحليم وشادية عبدالحليم وشادية ايه يا فندم؟ شريهان يا فندم اخته عمر خرشد يا فندم مش القصد انا افهم حضرتك بالبساطة اخوي عبدالحليم حضرتك اخو عبدالحليم؟ اه حضرتك في الشبه وخالص لا مش عبدالحليم اللي في اتباك حضرتك عبدالحليم اخوي اللي ارحمه اتجوز شادية خلفه شريهان خلاص اه ونلي بنتي انا وانا عبدالله عناك بقى اكيد عبدالله مشرف او فرغالي او فرغالي وستك اسمك ايه؟ انا تيسير فاهمي كمل الحقيقة عبدالحليم اخويا ما كانش شقيق يعني والدي الله ارحمه لما توفى زي ما طول سلة الراحم ما كانتش قد كده يعني العلاقات خفت ما بيننا يعني فطريبا البنات ما شافوش بعض منها ما شافوش بعض خلص الحياة دي غلطة لحظة بكبار للاسف يا فنم يفعلها الاباء ويقع فيها الابناء نعم او امر احنا كده مضطرين نعمل صلح بس الانيسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح لا ازاي مش موافقة مش موافقة ازاي شريهان يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك بص يا شريهان انا هقولك تلات حاجات الدم عمره ما يبقى ميا والضفر عمره ما يطلع من لحم وديل الكلب عمره ما بيض حضرتك نسيت واحدة ان الحرام عمره ما بيضوه ده ملوش اي علاقة ببعض عمره يا فندم بجملة عمره خلاص تمامي حضرت الزبط بس بوس ايدك خلينا روح عشان قلعب بوتقانة دي طيب يبقى حصل خير نيلي قوم يجوسي شريهان وسلمي عليها نيلي اه تكلمني بابي اي يا حبيبتي قوم يجوسي شريهان وسلمي عليها شريهان مين بنت عمك مين دي اللي بنت عمي يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هاقفل المحضر بمعرفتي نيلي وبعدين لا نعيده هنزيده الله no way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسماشي ريهان وكمان تطلع برتقانة انا بكدب مثلا تصدقيني يا بنتي دي بنت عمك no way بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي ما تحسب على كلامك بايا حبيبتي لسكتلك من الصبح استن انت جرى ايه يا استاذ عبدال يعني ده جازتنا يا خوي ان احنا تنزلنا هي با تقصدش على فكرة انا اقصد واقصد قوي ومين اصلا الست البيئة دي اللا 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 جرى ايه بقى وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا خوي حاضر هعمل كنترول ميلي دي الست صباح تبقى خالد شاريهان واختي شادية مراط عبد الحليم روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده يا بنت يا عبد الحليم دايب اخويا عمك انت ازاي مش عارفة هاو مش عارفة لانه عمرك ما كلمتني عنه لا اكلمتك عنه بس انت لي ناسيا بقولك يا استاذ عبدالله احنا ولا عايزين هتفتكرنا ولا عايزين نفتكرك وكفاية اول حد كده يلا يا خالتي لا يلا فين الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده هاو عادي هناخد واحد واربعين بشرطة روحنا لحد البت يلا يا خالتي حسينة بتاعتي هراشتني جاه لا ياخت انا هاخدنك تمنية مخصوصة هدفع فيه اتنين جنيه يلا لا استني بس ايه يا جماعة انا ما بصلكم بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتشيوك ازاي انجويت انا ماشي مع نفسي ايه على طول يا خويا مرخنوها كده ست صباحة انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل الدهار ده نيلي والله طيبة قوي مسيحة صبية حبتين بس يسدقيني قلبها زي الفتا البيضة بالضبط قصدك البافتة البيضة ايه بالضبط هي البافتة البيضة ولا يهمك يا سي عبدالله حصل خيب ايه بردك زي اختي الصغير بالضبط هي شكلها حلو بنت ناس بس ما شافتش تربية اه انا برضو مقدر الباهدالة اللي حصلت لكم النهاردة في الاسم عادي احنا متعودين على كتر بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي ان شفتكم النهاردة زي ما تقولي كده ليكم شوقة القلوب عند بعضية يا سي عبدالله انت كمان كان لك وحشا طيب نتيجي اجي فين يا اخوي اه 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 في الفيلا في الفيلا عندي بتيجي بقرة تشرفونا اه اه اللي اتغدى مع بعض والي ولادي عودوا مع بعضيهم واحنا كمان نقود مع بعضهم ايه وميلو ميجي يا سابتو وهو البنات اللي عودوا مع بعضيهم واحنا كمان نقود مع بعضين هو ده هه 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 سلام عليكم معليكم سلام يا أختي وده إيه ده يا أختي ده عادي يا خالتي عادي هم الناس البهوات بيبقى عندهم النوع ده كتير سيدك موجود ماذا ماذا سبيها لي دي بقى يا خالتي يا آياتها الكاماريرا الفلبينية نحن بصدد لقاء السيد عبد الله حاسلا حاسلا ساو وباليدو ساوباليدو أه شكرا لك آياتها البالهاء فادالو بسم الله ما شاء الله ايه دي بنت يا شريحان ده ليبلي في اللغات ما شاء الله عليك يا حبيبتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا اللي لا بي تنور النهار ده منور بصحابي يا أستاذ عبدالي ازاي حضرتك؟ طب تفضل يا أستاذ عبدالي دي حاجة بسيطة كده خمسة كيلو يستفنجي وطبق بسبوسة يستاهي البقع والله بكالولاس ما التعب أول مرة أشوف بسبوسة بجيب بسبوسة طيب أستأذنكم البت بيتكم أنا أطلع بس أنده لنيلي واجي على توضي برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت نيلي معنش نبغي نتكلم بعد ما يمشوا بس دلوقتي من فضلك قابليم كويس عشان خاطر بابي هوا مين قال لك أصل أننا هقابلهم ولا هنزل عاود مع الناس الجربيع دي نيلي وبعدين عيب دول عرايبنا عرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعدة تحت دي تبقى بنت عمك عبدالحليم اللي هو أخويا مش شقيقي من أم تانية عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحدة تانية غير باماميمي بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده؟ لو هنتي لسه عايشة مين دي يا خالتي؟ دي الحاجة ميمي برد جدك مكاوي ازايك يا حاجة سلمي على ستك يا شريهان ازايك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عاملة كده؟ الزمن غدار هدها من عميلها السودة أصلها كانت ستة قادرة وما كانتش بتق جدتك ولا بوكي ومن ساعة جدك ماماته ملقوش ولا مالين من سروته وهي حالها بقى عاملت كده وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب ابدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم أخوي الله يرحمه هو كمان فعشان كده كانت بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعض او نتزاور طب بعد الهاردة كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزل تقبليهم وتضيفيهم كمان كويس الله مش قريبك دول قريبك انت ودي بنت اخوك انت انا مالي نيلي من فضلك شرهان تحت دلوقتي عارفة انك موجودة لو ما زلتش تقبليها انا مش شكلك وحش على فكرة يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معايا تلاقي حد يجيلك وتروحيلو بليز 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 انا مش بحب الناجاتفتي وشغل المتسولين ده من فضلك اخرك معايا هفضل قاعدة في القودة محبوسة لحد ما هم يمشوا وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السباة بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجة بس ريميمبر ان انا هفضل محبوسة في القودة لحد ما الناس دي تمشي وحاصر عن نفسي زتونة لامونة مش واريفر لامونة زتونة ازاي اتعصوري اه انا ممكن اعصر زتونة عادي عادي لا لامونة اوكي هاعصر على نفسي لامونة بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعدة محبوسة عشان الجربيع دول يتبسته تحت في بيتي منورها يا حاجة مين خالتي مش عايب عليها في السن ده لسه بتقرع ميكي الله يكحمه جدك بقى مطرح مراح ما انت عارفة انه هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيتي بلغز ميكي ام حاس بي اا بيتي لتعدك استنت يا خلتين مانشوف ا Brian يا ماما ايه ده يوحي يا للعيه واحدين معاكو انتو كل شوية هتضايقوني انا مش watching ان ا다면 ברزه مام مام بنيز ايه دي بي كم ايه مام из ايه ده عشان خاطري طب مكانش عشان خاطري عشان خطري على شعريك مام لاما بتسخنيش حبيت بي حمر ايه ده عمو ماتخافوش ما تخافوش لا ما نخافش ايه يا عمه دي بتقوم تمشي ايوه ما هي بتمشي وما القاعدة عالكورسي ليه بتشتغلنا؟ لا أبدا هي بتمشي وساعات ما بتمشيش بتتكلم وساعات ما بتتكلمش اصلا هي مش قايدة هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني سناء القطب وضللات طبعا ما هي طول عمرها ضلالية وتاكل ما للنبي اكل انتو عملتولها حاجة؟ ما عملناش حاجة خالص يا عمه ده انا بس كنت باخد منها المجلة زامت علي وقامت مشيت طب و دي حاجة بسيطة يا بنتي المجلة دي اللي سابها لها داد الله يرحمه وهو المرحوم ساب حاجة غير المجلات ايوه صحيح يا عمه امال السارة بتاعت جده رحت فين؟ هو مش كان عنده شركة شحنه وتجارة لعب اطفال وكده؟ والله يا بنتي بحد يعرف الله يرحمه صف الشركات كلها ومعرفش وده الفلوس فين حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامة تنالي قدرت اوقفها تاني على رجليها يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود اراضي ولا املك ولا اي حاجة؟ والله يا بنتي لا بيد ولا سود ملناش في الخزنة غير العدد ده بس داد كان قال ان الساروة في لغز ميكي جايز يقصد ان الساروة الحقيقية في العلم اللي سابه علم ش الله يا علم يعني هو كان حفر الكناليا خايف اه مش مهم ما علينا هي الامور الزغننة فيه الامور الزغننة فيه الامور الزغننة في النادي اه عندها تدريب متفوقة رياضيا جدا اه اه النهاردة اكلموها قالولها ان عاملناها تكريم صغير كده في النادي كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا لغدا قدمع فرد في النار اعمل ايه داد قلت لها بنتي روحي وحصلين واحنا بناكلت لها جات على طول لسه قدامي شوية ياسو انا قاعدة من تثبتها في القودة مستنية لحد ما يمشوا بقولك ايه؟ انا هنزل جيلك دلوقتي مش مهمة خلاص توزي فيهم بقى بابي بقى يتصرف معهم ولا اي حاجة سو ممكن هتلب منك طلب؟ فكرة الجملة دي تقولي ممرة اللي فاتت؟ اللي هو كان اسمه ايه؟ سامرة؟ سامارة ايوه ده معصب قوي بقالي ساعتين قصن عمالة بكل فيها مش قادرة تفاها بليز هاتيلي منه تاني تانكيو باع سو بقولك ايه؟ فيه منه بس بيعمل بابلز انا مش عاوس كسوف بقى دابتكو ما؟ يجعله عامل اهلا وسهلا يا سلام ادي انا مستمتع باللمة انا عنك تراح ايه رايكم لما نتلم اللمة دي كل يوم جمعة؟ لا الجمعة مش هينفع بيبقى عندي شغل بشتغل يوم جمعة؟ اللي انتي بشتغل ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده اسكت يا استاذ عبدال الناس خبيتها السبت والحد وهي خبيتها الاثنين وما وردت على حد بس يا خالتي بسيت ليه حبيبتي انتي بشتغل ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري وبعد الدهر بشتغل كشير في الشبراوي ويعني بالليل بنزة اشتغل مع خطيبي ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشة ها؟ ومعاك بلوس ها 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 ما بحبش اتكلم في الموضوع ده بل اخيبة على خبيتها دي لو لم تحق بلوزة اتبح ايك واعمل فارح بلوزة؟ ثلاث شغلانات وبلوزة؟ لا 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 اسبوع جاي تجيب وراك وتجيلي الشركة طبعا ومرتب مبدأي خمس تلاف جنيه وحيات امك وحيات امك وحيات امي اسفع يا عمي اصلي يعني الخط ده بس تخطيت معلش بجد؟ طبعا يا بنتي ازاي يبع عمك صاحب اكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدل البهدلة دي ها؟ عبنا يعلي معزدك وشوفك في اعلى المراتب يا سي الاستاذ عبدالله يا ابني ميمي وميكي مرسين حلوة قوي الدعوة دي يا صباح خصوصا موضوع المراتب ها؟ خلاص امه ساعة كده وهجيلكو اقفلي دلوقتي هكلمك تاني نيلي انت جيت يا حبابتي؟ جات من نادي نيلي نادي ايه يا عمه؟ هو لمؤخزة النادي ده فوق ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم دي احنا جايين من الشرع؟ انت بتكلمي لي اصلا يا بتاع انت حد كلمت؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قعدة سكتة؟ هو انا ما شتمتكيش اصلا بس لو عايزيني اشتمك ممكن نيلي بس يا بابي لا بس بجد يا بابي؟ واريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي؟ وانا سايب عليك لساني يوبرودك بارد؟ لو هتسايبي علي لسانك انا ممكن اسايب عليك كلابي جرائي يا استاذ عبدالله ما قلتلك يا قوية تعمل كنترول شوية؟ طبعا طبعا نيلي وبعدين شريهان انتوا بنات عام يعني زي الاخوات بالزبط بابي انا قلتلك بس حصل لو سمحت متتكلمش بقى انا هعرف اتصرف مع الناس دي وبعدين ايه اخوات دي احنا مش اخوات اصلا درا ايه يا بتنتي؟ مالك ما اتنية ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسع انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي لو انت بنت تسع شوفي الموضوع ده مع امامتك اخياس يا واطية يا اسبالة يا بنت الواطية يا نيسي بتفاع علي السكينة في بنتي ها قافع عليك السكينة بالمعلقة والشجر كامالة ما قالي الحمد لله ان احنا بنأكله اكتر يا بنتي قسم من بالله عدوابك بقتبع الساعة يا باس فيه سوء تفاهم مش اكتر انا هفهمها حبيبتي هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحملة الطبيعية التسع شهور لفة بعيدة قوي انت مكتنع قصا باللي انت بتقول ده بابي انا لازم امشي عشان عندي معاد لما ارجع مش عايز الاقي المناظر دي في البيت لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذة عبدالة يلا بينا يا شاريهان يلا ياختد احنا تهزعنا عالاخر لا عشوة لكان اللي هزعك وانا موجود يا ست صباح ولا عشوة لكان ايه اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك اوعى من وشي يلا يا خلتي يلا اسكت اسكت عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قللت الرباية ده ملوش اي علاقة بموضوع الشغل اللي بنا يعني عشان اثبت لحدتك قدي انا بروفاشنال في الشغل بعد اذن حضرتك فضل يا حيوتي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر